اهلا بحضراتكم في هذه التغطية قادة الدولة المصرية ولا تزال جهودا دولية حثيثة لرفع المعاناة عن اهل غزة وايضا المساعدة في تضميد جروحهم وعلاج مصابيهم في المستشفيات المصرية فقد اصفرت المحادثات الدبلوماسية التي اجرتها مصر مع كل من الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل والجانب الفلسطيني الى اتفاق لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني حيث نجحت القاهرة في انتساعه بعد شورات مكثفة ولقاءات ونجحت دبلوماسية المصرية في اعادة فتح المعبر من الجانب الفلسطيني وادخال عددا من شاحنات المساعدات الى غزة ونقل مصابين من الحالات الحارجة بينهم اطفال ثم السماح للرعاية الاجانب ومزدوجي الجنسية من العبور ولتزال حتى اليوم تعبر شحنات المساعدات وتستقبل الحالات الحارجة وبينهم اطفال وخلال الساعات الماضية اطلقت مصر قافلة صندوق تحية مصر تحت شعار نتشارك من اجل الانسانية محملة بمختلف المساعدات الاغاثية والانسانية لدعم الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقوف جنبا الى جنب مع الشعب الفلسطيني الشغل وتتضمن القافلة 199 شحنة بها اكثر من 2510 اطنان تحتوي على كافة لاحتياجات الملحة والضرورية وفي مقدمتها القافلة الطبية والتي تمثل اهمية قصوى للقطاع الطبية في غزة وذلك لعلاج مئات الالاف من الجرحة والمصابية وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي للسندوق تحية مصر ان القافلة الطبية تشمل الاجهزة الطبية مثل اجهزة صدمات القلب وفحص الدم وقياس سكر وضخط وتنفس ليبو ليزر وقياس حرارة عن بعد وايضا اجهزة ضخط ديجيتال واجهزة قياس ومنظمات الاكسوفين واسرة العناية المركزة والمراتب الطبية وايضا القيوت الجراحية والمخدر والمحاليل الوردية ومستلزمات للطوارئ وايضا غرف العمليات والخصور وأدوية الامراض المزمنة وأدوية الاورام والكلا والمخ والاعصار وايضا المسكنات والمضادات الحيوية والحقن بالاضافة لأدوية لعلاج الفروك من الدرجات الاولى والثانية والثالثة وبدل طبية متعددة الاستخدام وقفزات طبية وأكياس قطنية وكمامات وزجاجات كحول فضلا عن سيارتي اسعاف مجهزتين بأحدث الاجهزة والمعدات وذلك لإتمام عمليات الإنقاذ للجرحة وتجنب تدهور وضع المرضى أو فقدانهم لحياتهم وقبل أيام وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة وأجرت الدولة المصرية اتصالات مكثفة لنقل الأطفال حديثي الولادة من مستشفيات قطاع غزة إلى مصر وذلك حفاظا على حياتهم وعلى مدار أكثر من شهر يعاني أطفال غزة في المستشفيات بسبب نقص الوقود ولجأ الأطباء للف الأطفال المبتسرين في ورق حراري ووضعهم بجوار ماء ساخن في محاولة بائسة لإبقائهم على قيد الحياة خاصة بعد وفاة عدد من الأطفال أثناء وجودهم في وحدة العناية المركزة والحضانات وأصبحت حياة أكثر من مليون طفل في قطاع غزة مهددة مع انهيار الخدمات الصحية في حين أصبح الكثير من الأطفال في عدد المفقودين أو تحت أنقاذ المباني المدمرة وذلك وفقا لما قالته كاترين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة اليونسي شكرا جزيلا لحضرتكم